السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان أهلا ومرحبا بكم وموعد يتجدد مع برنامجكم الأهلي ينتخب خلاص الأهلي ينتخب كلها كم يوم الجمعة الجاية إن شاء الله الأهلي بطموحات أعضاءه بوعي جمعيته العمومية برغبات جماهيره بمتابعة الملايين له ينتخب مجلس إدارة جديد يقود النادي للأربع سنوات القادمة إن شاء الله تكون سنوات فيها كل الانتصارات والفرحة والسعادة لجماهير النادي الأهلي والأعضاء الأهلي ينتخب زي ما قلنا لكم بارح اختتمنا سباق المرشحين استضفنا كل من رغب من السادة المرشحين في الحضور من خلال نافذة قناة الأهلي والتحدث للجمعية العمومية تم تنفيذ كل رغبات السادة المرشحين اللي طلبوا الحضور وبدأنا الصمت الانتخابي بدأنا الصمت الانتخابي من خلال قناة الأهلي فلا حديث عن المرشحين أو عن الدعاية الانتخابية فقط ستخصص حلقات الأهلي ينتخب ابتداء من الليلة ولحين انعقاد الجمعية العمومية زي ما قلنا لكم يوم الجمعة إن شاء الله فقط للحديث عن قيمة الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل تاريخها جايب الوعي ده كله منين ايه سبب الحرص الدائم عند الجمعية العمومية للنادي الأهلي على مسندة الأهلي في كل الظروف تقريبا جمعية لم تخز الجماهير الأهلي أبدا طوال تاريخه جابت الجمعية هذا الوعي منين تطور مراحل الوعي فيها تباعا مصادر التأثير على وعي الجمعية العمومية كان بيبقى ماشي ازاي هذه السقة المتبادلة دايما ما بين الجمعية العمومية والجمعية العامة اللي استلح عليها جمهور الأهلي باعتباره الجمعية العامة للنادي الأهلي في كل مكان فإذا كانت الجمعية العمومية للنادي الأهلي هي صاحبة الحق الأصيل هي لها حق التصويت فالجمعية العامة للنادي الأهلي وهي جماهيره في كل مكان لها حق المتابعة والاهتمام والترقب والدعاء والمسندة والدعم وكل حاجة تدفع للنادي الأهلي ومسيرته للأمام خلاص الإدارة التنفيذية للنادي تقريبا انتهت من كافة الترتيبات اللوجستية بشأن العملية الانتخابية تم الانتهام من تصميم الخيمة الانتخابية رعيت فيها زي ما أكد لنا الدكتور سعد الشالب المدير التنفيذي تنفيذ كل الاشتراطات ما يتعلق بالتباعد بالاشتراطات الاحترازية بتعدد أماكن الدخول والخروج تسهيل وتسهيل عملية الدخول والخروج بالإضافة إلى كل ما يتعلق بتسهيل حضور السادة الأعضاء لمقر النادي في الجزيرة يوم الجمعة تم الاتفاق على تخصيص صحات الانتظار في كل الأماكن المحيطة بالنادي كما تم أيضا الاتفاق على تسهيل حفلات من مقرات النادي سواء من مدينة نصر أو من التجمع أو من قصد من الشيخ زايد علشان ينقله السادة الأعضاء الرغبين في الحضور تباعا ده بالمناسبة دي لوحة السادة الأعضاء اللي ليهم حق التصويت انتوا عارفين أن اللايحة اللايحة النظام الأساسي للنادي بتدي العضو اللي يسدد الاشتراكات الحالية أو اللي قبلها حق التصويت فبالتالي قبل ثمانة أيام من انعقادة الجمعية العمومية بيتم إعلان قوائم السادة الأعضاء اللي ليهم حق التصويت واللي بالمناسبة قد يصل عددهم إلى حوالي مية وتمانين ألف عضو مية وتمانين ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومية ليهم حق التصويت الجمعية العمومية للنادي الآلي كان دايماً وأبداً عندها حرص كبير على الحضور كتير ما سجلت الرقم القياسي في عدد الحضور فالنادي الآلي عنده هذا التطلع أن جمعيته العمومية هذه المرة تسجل نفس الرقم تسجل أرقام عالية في الحضور تؤكد على ثقتها الكاملة في حقها في انتخاب من ترى زي ما قلتلكم حلقات الآلي ينتخب من اليوم وحتى انعقادة الجمعية ستتخصص فقط للحديث في الشأن الانتخابي العام دون دعاية لأي مرشح وأيضاً دون الدخول في أي تفاصيل عن العملية الانتخابية الحالية لكن أعتقد هي هتكون حلقات مهمة جداً للنظر في أشياء كثيرة مهمة